رحيم نحن الجالية الليبية بتونس جربا والتي انقطعت بناء السفر في منطقة جربا والتي لا تستطيع الخروج منها أو الضخور إليها نحن المواطنين الليبيين نناشط الدولة الليبية وزارة الخارجية الهلال الأحمر منظمة حقوق الإنسان والسفارة الليبية بأن ينظروا لوضعنا المأساول في مدينة جربا حيث لا يوجد أي مسؤول أوجه اختصاص ما يمثل الدولة الليبية ولنظر في شؤونا حيث أغلبيتنا قد أتينا إلى تونس لغرض العيلات وفينا من كبار السن ومن شيوخ وعائلات حيث نفدت مدخراتنا المادية وتعدرت بناء السفر الحياة في أبسطها وأصبحنا عاجزين في توفير قوتنا اليومي ولدينا حالات مرض حرجة جدا ولدينا حالة وفاة طبيعية لها أربع أيام في المصحة فإننا نناشي جميع الجهات المختصة مما سبق ذكرها ومن منظمات حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص بالدولة الليبية لتنظر أحوالنا وأن نضع لنا الحلول الفورية علما بأن السفارة الليبية بتونس قد خصصت شخص يدعى مصطفى العرابي منذ فترة وبعد يومين لم يحضر إلينا ولم يرد علينا هاتفه وقد قمنا بالاتصال بأكثر من شخص من أعوان السفارة الليبية بتونس والقنصرية الليبية بصفاقص ولم يرد علينا أحد إلى الآن فنحن الليبيين ونحن حقوق أمام الدولة الليبية ونحن بشر ونحن حقوق نطالب بها أمام كافة منظمات حقوق الإنسان نأمل من الجهات المختصة ومنظر في شؤونينا في اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن ونطالب بإرجاعنا للأرض الوطن أو توفير لنا سبل الحياة والعيد داخل الدولة التونسية ونأمل أيضا نظر في أمورنا بالنظمة الإنسانية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة